الغش في الامتحانات فعل شنيع فضيع محرم بالإجماع في كل المذاهب والأديان يترتب عنه حصول الممتحن على علامات غير مستحقة ونجاح مزيف ويتوج بشهادة ملوثة بالحرام يبني عليها مستقبله كله مستقبله الدراسي والمهني والاجتماعي وكل ما بني على حرام فهو حرام إنه بمثابة السيئة الجارية التي تبقى آثارها وآثامها تلاحق صاحبها إلى يوم الدين حتى وهو ميت المشكل في بلادنا أنه يمارس من طرف أشخاص من جميع الشرايح فهناك الأولياء الذين يرهثون وراء المعالمين من أجل تدخيم نقاط أولادهم وهناك المعلمون المنافقون الذين لا يعملون ويضخمون النقاط حتى لا يفتدح أمرهم وهناك المدرأ ورؤساء مراكز الانتحان يمارسون الغشة جهاراً هاراً سعياً وراء ترتيب مزيف لمدارسهم ذن المدارس الأولى الأدهى والأمر أن هناك ولايات بأكملها تمارس الغشة لأسباب جهوية حيث تكتب الإجابات على الصابرة بتواطئ من جميع من في المركز وحتى تتصدر أعلى المراتب في نسب النجاح كل سنة والأكثر من ذلك أن الكثير من الشرافاء من الرجال ونساء التربية المخلصين الذين لا يرضون بهذا الانحطاط والسقوط الأخلاقي لم يعودوا قادرين على فعل شيء لتسحيح الوضع ولأنهم وببساطة أسبح قلة أمام الآخرين فقد انقلب سل متقييم القيم رأسا على عقب إنه والله إلى وضع كارثي غياب الزامير والحس الأخلاقي أمام ارتكاب جرائم الغشيج هارا هارا خصوصا من طرف رجال التربية المفترض فيهم أن يكونوا قدوة لباقي أفراد المجتمع فقد سار حاميها حراميها إنه والله لا يستقيم حال هذه الأمة وهي لا تأبه لجرائم الغشي ولا تدرك عواقبه وتتعامل معه كأنه فعل عادي وعليه فلابد من إعلان الحرب على الغش في قطاع التربية والتعليم باعتبره فعل خطير وغير قانوني يمس بمصداقية المدرسة والجامعات الجزائرية ومخرجاتهما كما ينال من سمعة ومكانة الجزائر الإقليمية والدولية ولا يمكن ذلك إلا بسن قوانين رضعية وصالمة تذرب بيد من حديد على كل الغشاشين واتخاذ إشراءات عملية فعالة لرصد المتورطين فيه وإقامة الحجة عليهم أمام الجهات القضائية المختصة نلتمس بالمتابعين الأعزاء التفاعل مع هذا المحتوى من أجل وقوف صفاً واحداً أمام هذا الفساد الأخلاقي الذي تفشى في مؤسساتنا ومجتمعنا وذلك بفتح كل حوادث الغش التي حدثت في مختلف الولايات والمراكز وسردها في خانة التعليقات أسفل الفيديو ونسأل الله نتقبل مساهمتكم جهاداً في سبيله من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل اللهم احفظ بلدنا وسائل بلاد المسلمين من الغش والتزيف واتمم مكارم الأخلاق فيها إنك على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر